بسم الله الرحمن الرحيم بين عامين عام مضى لنا فيه العبرة والعزة وعام أتى لنا فيه الأمل والرغبة في العمل يعني مضى عام 2021 وأتى لنا عام 2022 العام الذي مضى 2021 تلتمية خمسة وستين يوم كل يوم فيه كان محمل بالأخبار إما صار أو غير ذلك وبالمفاجآت إما صار وإما غير ذلك في العام الماضي كان يمضي كل يوم من تلتمية خمسة وستين يوم سفينة العام اللي هو عام 2021 هذه السفينة تمضي كل يوم يمر ناس بتنزل يموتون وناس تنية بتركب تلك السفينة يدخلون إلى الحياة سفينة الحياة ناس بتنزل للموت وناس بتصعد على تلك السفينة يولدون للحياة كل يوم كان بيحمل من هذا الكثير والكثير تلتمية خمسة وستين يوم فارقنا فيهم أناساً كثيرين كان يعز علينا منهم من يعز ومنهم من نعرف ومنهم من لم نعرف مضى عام وفي هذا العام أيضاً في سفينة عام 2021 حملت الخيرات لأناس كثيرين من الناس من انتقل من الفقر إلى الغنى ومن الناس من انتقل من الغنى إلى الفقر ومن الناس من تزوج ومن الناس من انفصل ومن الناس من رزق بما يحلم به طيلة سنين طويلة لم يتحقق له إلا في ذلك العام نوبة تلتمية خمسة وستين يوم تحمل في طياتها مفاجآت وأخبار وأشياء وآمال تتحقق وفرص تضيع كل يوم من سفينة الحياة في 2021 كان محمل بأخبار لأناس يوجد عكسه لأناس آخرين لنا إذن فيه العبرة أقبل علينا عام 2022 لا ندري ما الله صانع فيه إحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل فيه اللي يعرف والذي يعلم الغيب والذي يعلم ما في غد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى إحنا مش عارفين بكرة يأتي لنا ماذا يحمل من الأخبار والأسرار والمفاجآت وتحقق الطموحات يب إذن العام سيأتي تلتمية خمسة وستين يوم نسأل الله أن يمر كل هذا العام على الجميع بالخير وأسأل الله أيضا أن يمر على المصريين جميعهم بالخير واليمن والبركات وأن تهز هذه الفرصة لأهنئ جميع المصريين بالعام الجديد كل عام وحضراتكم بخير كل عام وحضراتكم بخير وفي أحسن صحة وأحسن حال وفي خير طالع لكم وفي خير ما يتحقق لكم جميعا من الآمال اللهم آمين آمين إذن لنا في عام مضى العبرة ولنا في عام أتى لنا فيه الأمل والرغبة في العمل والتفاؤل بالخير وننتظر من الله ما نحسن به الظن إحنا نحسن الظن في هذا العام الناس عملين يقولوا سيأتي عام زلازل وبراكين وأمطار وزحف للمياه على اليابسة وتناقص من اليابسة وكوارث في العالم والناس يقولون ونحن نقول إنهم يقولون ما ليس في أيديهم وما لا يصل له علمهم إنما علم ذلك كله عند الله ونحن نحسن الظن برب هذا الكون وهو عند ظن عبده به سبحانه وتعالى ونحن نظن به خيرا ونتمنى منه الخير وأن يجري المقادير التي ترضيه وترحمنا ونتفائل بها سبحانه وتعالى والله عز وجل أرحم بنا من الأم الشفيقة بولدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب العالمين هو أرحم الراحمين فنحن نأمل من الله الرحمة والخير والبركة والرضوان وأن يكون عام بركة في ديننا وفي دنيانا اللهم آمين 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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته